ان ينعكس التقارب داخل البيت السياسي الشيعي على ملف الحوارات الكردية المتعلقة بحسم مرشح الجمهورية فان ذلك ما يتمناه المسؤولون في الحزبين الكرديين الديمقراطي اكد ان مرشحه ريبر احمد ترتفع حضوضه كلما ازداد التقارب بين الكتل الشيعية لمنع عرقلة جلسة اختيار رئيس الجمهورية وابعاد خطر الثلث المعطل معولا على تحالفه الثلاثي بتمرير مرشحه الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بمرشحه سيد ريبر احمد ولم يكن هناك اي بواضر او اي نتيجة توحي بان الحزبين اتفقوا على مرشح واحد واذا لم يتفقوا اكيد سوف يذهبان الحزبان كلاهما بمرشحهم والبرلمانيين سوف يحسمون هذا المنصب محاولات انهاء حالة الانسداد السياسي ربما لا تنتهي بتوحيد موقف الكرد بازاء مرشحهم للجمهورية فمع تمسك الديمقراطي بريبر احمد يؤكد الاتحاد الوطني ان دعم الرئيس الحالي برهم صالح لدورة ثانية يدعم فتح ابواب المفاوضات الايجابية اما العكس فسيقود الى الاضرار بالبيت الكردي التئام السياسي في العراق ضروري جدا حتى نتمكن من ان نحقق النصوص الدستورية بتوقيتاتها الاتحاد لا يهم مرشحين الاخرين لكن يحترمهم يحترم المنافسين نعتقد بان سيد برهم صالح مرشح الاتحاد والكرد والعراقيين في الفضاء الوطني الرئيس الجمهوري لا يجوز ان يكون متخندق ومصطف مع هذا الحزب او ذاك مؤهلات سيد برهم صالح القانونية والدستورية الوطنية هي التي ستعزز حضوظه السياسية في الفوز بمصب رئيس الجمهورية وتشير المعطيات الى ان الحزبين الكرديين لن يتوافقا على مرشح واحد في ظل تمسكهما بموقفيهما ويستبعد مراقبون ان يؤثر التفاهم الشيعي على قوة التحالف الثلاثي وتماسكه بل يدعم حسم المتبقي من الرئاسات ميثم الجناحي العراقية الاخبارية بغداد